النوت ناين اس مبدايا كده دي مش مراجعة انا عارف ان اتأخرت جدا بس انا مش عامل فيديو ده لغير مراجعة دي فترة استخدام اكتر من اسبوعين الموبال قراب يكمل عشرين يوم معايا هل بعد العشرين يوم دول الموبال استحق انصحك تشتري زي ما قلت في فيديو المراجعة بتاع قبل كده اللي هو رأي فيه كده ولا لا يلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض بس قبل ما ابدأ حابة بوضع حاجتين الحاجة الاولى ان الموبال ده ملوش علاقة بشاومي يعني حرفينا الله الموبال ده اشتبع شاومي انا مش تريد تقول مستعمل او شبه مستعمل يعني كان مستخدم قبل كده بس انا استخدمته زيادة يعني الموبال اتفاحت شغل مع حد قبلها كمان فدي اعتقد قدر كافي جدا ان اقول لك على التجربة الصح فمش عايزين نريد كتير نيجي لحاجة تانية المهمة ان الموبال دوت انا صورته للاسف الصبح لان النهاردة صبح روح تسلمته صحية الصبح بدر جدا الفجر وعادت تصور القطاط للموبال اللوت لحد الساعة تساعدوه وحسن الحظ يعني بتاعي مش حول صور الحظ بقى حسن الحظ الترايبود اتكسر هقول لكم صورة دلوقت زي ما انتم شايفين الترايبود قلب اصله معايا صورته مستعجل فاضغبيت شوية على الترايبود اتكسر ما علينا قلب اصله معايا وكان شانف عشتري غيره في الوقت ده لان الموبال كنت اتسلمه فسامحوني على القطاط النهية لو مش مصبوطة قوي بالقدر اللي ما عودتكم عليه بس سلام عليكم معاكم على رمضان وانت بتتفرج على كنات المصر على يوتيوب ياهلا وسهلا بيكم فيديو جديد ويالله بان نبدأ الفيديو من الرضا مع بعض. بص مبداليا في موصه الفيديو يا بتكلم هفعلق على حاجات عجبتني وهسال بيات ما عجبتني اش فاقط اخذ بذلكamat الحاج د ellos قبل ما نبدأ الفي الكلام دوت ونبدأ الفي دول اللي واجهتني في التصميم بتاع الموبال تعاوزين ان اشكر راعة راسمي للفيديو دوت سو ب reconoc جدا ان هفعلق على الرسمي لفيديو دوت بكل حاجة فيه فهبدون كلام كتير نبدئها بالتصميم cuz they're it. اول حاجات اني مش عن الجانب في الموبايل ده هو التصميم. التصميم موبايل حلو شيء جدا بس ده تبسع تمن الحلاوة دي. الموبايل بيلاحوس بالغباء بيلاحوس من الهوا حرفية. فتاخد بالك من الحتة دي وتخليف الجعب على طول اللي بيجي معنا. لما سألت لكم عن الفيسبوك ايه الحاجات اللي مهتمين بقى في الموبايل ده وات ناس كتيرها قلت لك كلم عن موضوع الشبكة. المنطقة اللي انا فيها الشبكة كافية حلوة حتى في موبايل الشخصي. فبالتالي النطقة ما وجدتنيش في اي مشاكل من ناحية الشبكة. كيفانا كلام عن التصميم والشبكة والكلام اللي يعني مش مهم او بالنسبة للناس ده تعالي بقى نتكلم على الحتة الاساسية. الاداء بتاع الموبايل عامل ايه? مابدايا في السوشيال والفيس والكلام ده ما حاستش حاجة في موبايل دوت يعني انبهار هو حلو مفيش ايه تقطيع ولا الكلام ده. بس نيجي لده الرسومي فالالعاب او الكلام ده وقت. بص مبدايا كده في معظم الوقت هتحس ان المعالج نايم في نفسه. وده يمكن بسبب سرعة وسلاسة لان يمشن في شاومي مش بالقادر الكافي زي مولاة ريلم وقوب وحفاء السعادات وهو كده. اللي مشن فيه تقطاعات خفيفة لو بتروح تطلع من تطبيق ولعبة تروح لتطبيق وتطلع من تطبيق وتفتح لعبة. الحسن الوقت بيتفاجئ ساعات كده. بس الكلام دوت وانت جوا تطبيق او انت جوا لعبة تقيلة انسى اللي بقوله لا. المعالج بيشتغل بكل كبوته تماما. اهو بطلح السخونة خفيفة هي طبعا بتزيد شواية في الماكن الجو الحارة بتاع الزيادة شوية. الحارة بتاعية عالية. بس السخونة مدينيش. اهو بيسخن بس مدينيش اللي هو حاجة ضائعة كعن. فان جواب فاتح تطبيق او لعبة تلاقي تطيع او تهنيجة او يخرج من لعبة وتطبيق وكلام. لا لا لا. كلام الفاكس ده مش هنا خالص. الدنيا نعمة والسالسة حلوة جدا من انت جوا الحاجة. نعم انا بطريف تحت اطبيق تروح لتطبيق اللعبة وكلام ده اتحيس في تطبيق كده الموبايل بيتفاجئ. نص ثانية كده بيقف فيها وبعد المشتر. المخالة الدنيا السالسة وحلوة هنا ايه? المخالة الدنيا السالسة وسريعة هنا وحلوة نوع عماء وما فيش حاجة بتقفل في الخلفية ستة جيجا بيترام. حرفية ما فيش تطبيق بيقفل معاه نهائي طول الفترة بتاعتي. عاوز اقول لك ان انا استخدامي الموبايل دوت كان اكتر من اي حد عموما بيلعب. اكتر من الشغل للالعاب. انت عموما في العادي لابوساد الموبايل قتل حاجة استخدامي عندك ايه? يبقى استخدام موبايل للالعاب. تلعب ساعتين تلاتة اربعة. وفي الاخر بتوفي الموبايل وتشيل او بتحطه على الشاحن وتنام. لأ. انا قلت بالعب الموبايل او بصور فيديو بالموبايل. تمام? حرطوا شغل. رح سيبوا يرفع فيديو على ايوتيوب او المنتج وهي رفع الفيديو على يوتیوب و انا رح الانا. سيب موبايل يشغل الصبح والوي فاي اشغل الصبح بيرفع الفيديو pip حرفية. ففي حتة دي حلوة جدا. واحب يقول لك ان مساح الهني الطاقة التمانية وعشرين جايجا ممتازة حرفية. انا حاطت اكتر من تلاتة وصو pong على الموبايل. وصراحة كان قربي يشتمكني بس الحياة ما عملتش كده. الكاميرات بقى بتاع الواي. زي ما انتم هتشوف الصورة العريضة عليكم في صور كنا طاقة مع الموبايل دوت موبايل منافس ايربن سيروار ريال مفاق فرول مباشر منتشر اوه في المحلات اللي من دون. عموما كاميرات سواء كاميرات خلفية او امامية كل اللي اقدر اقولوا عليها ممتازة عرفية. خصوصا الكاميرا الامامية عجمانة جدا. وانتم عارفين نادر جدا لما الكاميرا امامية في اطفال المتوسطة تعجبني. لازم اعود اعلق عليها. عموما عشان برضا كنزامات متعودين رأي المصري في الحتة دي. الكاميرات هنا حلوة كل حاجة بس فيه نقطة في الموبايل ده مش قد كده مش بالقدر الكافي. يعني يعني في الشمس بالوضاءة بتلسع شويتين. بتلاقي وشك بلسع جدا. ولاحظت في الكاميرا الخلفية بالزياد في الوضاءة الداخلية بتخلي الوش مائل للاصفر شوية او للبرتقان شوية. مش عارف ليه كده مع انه مبادات شاومة بتلعب دايما على الالوان الطبيعية. ليه اضاءة الغرفة مش انها مزبوطة لهم البشرة والجلد كده عمون. ما علينا بس التفاصيل ما زالت بتفضل ثابتة. خصوصا نايتمون متعجز هنا حلو وبيعال اضاءة الصراب بشكل كافي جدا. يعجبك وتبسطك منها. تعال بقى الحاجة الاهم منها. ايه البقطرية? مش هقول لك ان صرعة شحنة وحشة ولا حلوة. ايه اصلا في فاسرة دي بالصراحة الشحن مش عاجبانة اول. بس ده مش موضوعنا. الموضوعنا هنا ان انا المبادة اصلا ما بركز في سرعة الشحن بتاعته لان انا عوقات بشحنه. وانا مش مركز معها مش قاعد جمعه. فدي ما بلاحظهاش ومبركز معها. بس اللي بركز معها الوقت بتاع البطارية. بطارية المبادة هنا بشحنها عرفين الصبح مسلا على ساعة حداشرة دور عشر الصبح كده. بقى تنشيل المبادة مش حمية في المائة بفضل استخدامه طول اليوم. بقى هالك بس اوقات بيكون سأب الموبايل بيحمل حاجة من ملف كبير مسلا اللعبة الكلام ده. فما بقدردكش بيكون بس كم متواصل. فالمتواصل هكيدة اوصل معاك عشر ساعات بس. انها لو بصراحة كاستخدام متواصل بيجيب معاك خمساشر ساعة وستاشر ساعة. فده حاجة حلوة بتبسطني. لان بالمائة الخاصة على ما بيوصل عشر في المائة بيبتدخل في ستاشر ساعة. ودي حاجة اضعوا لك البطارية هنا ميزة اعتمد علاقة جدا في الموبايل ده. من حاجات اللي عجبتني جدا ان هنا صوت الموبايل. صوت الموبايل فوق الوصل. لبصراحة يعني في الفئة الساعة دي شفت ريلمي فايف رو. لقيت الصوت بتاعه ما عجبنيش اوي. ريلمي فايف العادي صوته ما كانش بالقدر الكافي. كذلك ريلمي سي سري برضه صوته ما كانش عجبني اوي. حتى النوت ايه برو. لأ بصراحة الصوت موبايل ده بقى فالتا. هو ده اللي ما اتعود عليه فقط من سفادي النوت. فريلمي سيكس برو والنوت فايف والموبايل بتاع الزمان القديمة دي. صوت هنا اعلى بكفاءة كمان. صراحة من غير المجاملة. رأي بقى في النوت ناين اس والخلاصة تشريه موبايل ده ولا لأ. بنصح به ولا لأ من الاخر بقى رأي من مصري زي ما تعودين. الموبايل حلو. بس مش قد القادر الكافي في الكاميرات. يعني بالنسبة للسيلفون ممتاز. انما الكاميرات الخلفية. لو بتدرع الكاميرات الخلفية احسن او الشحنة اسرع والكلام ده عموما. خليك زود شويتين وربعمين جنيه وهي تنوت ناين برو. اللي هو باربعة تلاف وربعمين جنيه تقريبا. بقى تاخد حاجات حلوة وشحن سريع والكاميرات الخلفية احسن. وكزا حاجة كويسة. يستاهل بصراحة لان الكاميرات هنا بصراحة بالليل خصوصا مش اتعجبك او الكاميرات الخلفية تحديدا. ان التنوت بيفتح الاضاء لك مش بيزود التفاصيل. يصوره منوارة لكن برضو فيها نويز شوية. فلكن غير كده الموبايل فولة. صراحة بقدر اقول لك اشتريو انت متطامن غير ما تعلق من الكلام ده. مش كده اللي بيقطع ساعات ده الشاوما بتسكوتش شوما كده تحلها في الميو اي طويلف اللي هتنزل ميو اي اتناشر في التحديس الجديد او ممكن ان تنازل التحديس يزبطها بعد ما صور الفيديو ده مسلا موار جدا. فلكن الموبايل بصراحة كده تقريبتي ما اصرش معاه خلص. واقود بالك غير انا غير اي حد في الاتسخدام. عموما. واي لو اقول لك ما اصرش معايا فدي معاني حاجة لفل الوحش. ما قليلا. ان احنا اصدنا الاحزة نفكر في الفيديو كله وبعز انتم تعودين. وهي فكرة الصلاة على بي. والوارة ثلاث مرات. الله مصد على محمد. الله مصد على محمد. الله مصد على محمد. الله مصد على محمد. وبس كده حابة اقوم الفيديو خفيفة على بيك ومطولتش عليكم. وستمتعتم بالفيديو كده وقدر تفيدك تاخد قرار. وكالعادة. كم معاكم على ارمضان. اشوفكم على خير. السلام عليكم. ولا الى العلو.